قديماً كانت عمليات التجميل مقتصرة على الناس الأغنية مشاهير التلفزيون حالياً التجميل صاف في كل بيت كل واحد إنسان طبيعي عنده فلوس ما عنده فلوس متعلم غير متعلم يسعى إلى التجميل ويسعى إلى الكمال اللي لاحظته أنه في العيادة أعداد الرجال اللي يسعون إلى عمليات التجميل قامت موت تساوي تصير أكثر من عدد أعداد النساء أغلب العمليات الرجال عندنا ظاهرة التثدي كثر أن الشباب يروحون النوادي الصحية كثر لكل يسعي أنه يكون مفتول عضلات وعضلات كبيرة للأسف صار فيها سوء استخدام للأدوية والإبر للهرمونات هرمونات الذكورة يسمونهم الدكة والكورتزون على أساس يظهرون العضلات كبيرة شنو صاحب الموضوع هذا؟ أثر يلا خبطه في هرمونات جسم الذكور فصار يطلع معهم ثدي خلايا ثدي نساء في صدورهم فبدأ الموضوع يسبب إحراج للشباب أنه هو بالنادي مثلا لابس اللبس عنده ثدي طريقته يعني شكله موحلو حتى في اللبس موحلو فبدأوا يسعون أن يصحون هذا الخطأ اللي أحب أقوله هو علاج الموضوع بسيط جدا من ناحية ناحنا عندنا بجروح بسيطة نسوي شفط أو استئصالي هذه الغدد وحلها جدا بسيط ومريد التزم بلبس الكرسي الطبي بعد ثلاثة شهور وينتيهم المشكلة اللي أحب أقوله أن تأثير هرمونات اللي يأخذونها والإبر اللي يأخذونها تأثير لها مجالات أخرى بعيد المدى يعني يسبب العقم يسبب أمراض في الكبد فنصيحتي للشباب أن استخدموا الوسائل الطبيعية لإبراز العضلات بالرياضة بحملة الأثقال الشورت كت اللي يسوونها أن يأخذون إبر يسوونها مضرة عندنا نسبة كبيرة اللي أعمارهم بين الثلاثين والاربعين أصحاب السمنة المرضية المفرطة لما يسوون عمليات السمنة ويفقدون جزء كبير من وزنهم خلال فترة قصيرة ينتهون بالترهولات فيون عندنا عساس نشدهم الشد الحزامي اللي هو دائر مدار شد الزنود شد الأفخاذ وشد الصدر المريض إيه يبي شكل السكس باكس فنحن نسوي للشفط في خطوط معينة من أماكن معينة أنه يعطي مظهر السكس باكس وهو معضلاتي هي شحوم نشفط في أماكن أكثر وأماكن نخليها فتكون بروز ما بروز فشكلها يعطي أنه يعني كشفط كسكس باكس